لم تكن الانتخابات الأخيرة في العراق إلا محطة جديدة لسقوط الأقنعة عن شركاء العملية السياسية فقد أسفرت عن صراع بلغة أكثر حدارا وتهديدات متبادلة تكشف عن المستوى الذي وصل إليه هؤلاء تهديد للسلم الأهلي بهذه العبارة عبرت القوى والميليشيات الخاسرة عن رفضها لما آلت إليه نتائج الانتخابات مع سيل من الشتائم رد عليه الفائزون بمثله قبل أن يتطور الأمر إلى استعراض للقوة في الشوارع أحرق المعترضون خلالها إطارات وأغلقوا طرقا مختلفة مطالبين بإلغاء النتائج الميليشيات المسلحة التي وقفت إلى جانب القوات الحكومية في قمع تظاهرات تشرين والتسبب بمقتل مئات المتظاهرين وإصابة عشرات الآلاف ها هي اليوم تنزل إلى الشوارع متهمة حكومة الكاظمي بالتورط في التلاعب بالنتائج الانتخابات بالتعاون مع من أسمتهم الأياد الخارجية وهي التي لا تخفي ولا أهل إيران بل وتفتخر بذلك إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الكاملة وحلول القوى والأجنحة التابعة للميليشيات الموالية لإيران بمراتب متدنية تسبب بها يجان جديد لهذه الكتل التي أطلقت على نفسها اسم الإطار التنسيقي للقوى الشيعية مهددة دون مواربة باستخدام السلاح الانتزاع ما تعتبره حقها هي ذات العبارة التي استخدمها يوماً ما نوري المالكي والذي تحول من ناقم على التظاهرات ومهدداً للاعتصامات بإنهائها وإن كلف ذلك بحراً من الدم يتحول اليوم إلى مؤيد لها وواصف لها بالسلمية في تناقض آخر لهذه الشخصية المأزومة وفقاً لمراقبين الميليشيات بدت وكأنها تتسابق فيما بينها باستخدام لغة التهديد وإطلاق عبارات الوعيد في ميليشيا العصائب هددت البعثة الأممية بالتعامل معها على شاكلة أرتال الدعم اللوجستي الأمريكي بينما حملت ميليشيا حزب الله مفوضية الانتخابات مسؤولية ما سيحصل وهو ما بدت بوادره بالإجراءات الأمنية المشددة والازدحامات الخانقة التي عمت بغداد ومدن العراق الأخرى بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من صراع السلطة التي وسدت لغير أهلها وديمقراطية مشوهة يريد حامل السلاح فيها أن يخرج فائزاً أو أن يحرق البلاد